الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد روى البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أهمية طاعته صلى الله عليه وسلم وأنها سبب ومن أعظم الأسباب لدخول جنة الله جل وعلا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه في أكثر من ثلاثين موضعا في كتابه كما قال وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله أن نرد نزاعاتنا إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البغوي إلى الله إلى كتابه والرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته فنرد كل ما تنازعنا عليه إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله فيه الهداية كما أخبر الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا ورحمة الله جل وعلا تنزل على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فرحمة الله تنزل على المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الله سبحانه وتعالى فضل هذه الطاعة قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يحسي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فهذا أمر عظيم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى توحيد الله بل هي دعوة كل الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فنجد اليوم أن الصوفية خالفوا هذا الأمر عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا يرضون بذلك بل ويصرفون العبادة لغير الله لأولياء وصالحين وأنبياء وكل هذا ضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى فالعبادة لا تكون إلا لله الناس الليلة يلجأوا للبرع والمكاشي وصايم ديمة وكباشي وأحمد التجاني وغير من الأولياء وأله يقول لك فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَيَقُولُ يصرفون أنواع العبادات لغير الله ويؤثر لهم هذا الباطل أئمة الضلال وأئمة الكفر بالله كما تجد رجل يقال له محمد المنتصر الإزيرك تلقاو اليوم يدعو الناس إلى صرف العبادة لغير الله يقول يجوز أن تطوف بغير بيت الله وهذا كفر بالله يناقض القرآن والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف يكون ببيت الله ومش يكون بقبور الأولياء ولا بقبور الصالحين هذا من الكفر والمناقضة لكلام الله سبحانه وتعالى وتجدهم يحجون إلى غير بيت الله ويقولون كما يقول أحمد الطيب البشير زيارة شيخه الحج الأكبر وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى ويقول لك إن فاتك الحجاز أمشي بحراز وهذا كله من الكفر والمضهاء وجعل الأنداد لرب الأرض والسماوات وأله سبحانه وتعالى تحدى هؤلاء الناس أن تكون هؤلاء المعبودات مع الله سبحانه وتعالى تستحق العبادة فأخبر الله سبحانه وتعالى أن كل ما عبد معه لا يستجيب لعابده أبدا كما قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه له دعوة الحق أي له دعاء العبادة ودعاء المسألة تكون لله جل وعلا وضرب لك مثلا الذي يدعو مع الله كالذي يبسط يديه إلى الماء قال ابن الجوزي وهذا تقوله العرب لما لا يدرك يعني بتدعو مع الله سبحانه وتعالى راجيا منه لا ينفعك أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فلا يستجيب لك إلى يوم القيامة وكما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله قال لك ما بيسمعوك أم وين هم ذاتهم هم بين أموات يعبدون مع الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عن حالهم والله كما أخبر أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهؤلاء لا ينفعونك لأنهم أموات والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث فهؤلاء انقطعت أعمالهم إلا مما أخبر صلى الله عليه وسلم فلا ينفعونك أبداً ولا يستجيبون لك بشيء فهؤلاء خالفوا كلام الله بأن صرفوا العبادة لغير الله واحتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يعلم الغيب إلا الله وذلك يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب ظاهروا باطن وذلك مناغط للآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أهل السماوات من الملائكة ما يعلم الغيب وأهل الأرض أيضاً لا يعلمون الغيب الله قال لك كده الصوفية يقول لك لا لا المكاشف بعلم الغيب وكذب ده ما كفر بآيات الله الكلام ده مش كفر بآيات الله سبحانه وتعالى فهذا من الضلال المنتشر اليوم بين الناس يعتقدون في غير الله يقول لك الشيخ بالدجانة مع الله سبحانه وتعالى وده بناغط كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناسا ويجعل من يشاء عقيمة الله قال هو البيهب الذرية مش لزيرقاب زي ما بقولوا الناس الليلة ولا الشيخ دل ما عندهم أي حاجة مع الله سبحانه وتعالى فهذا من كفرهم بآيات الله والله سبحانه وتعالى توعدهم يوم القيامة كما أخبر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يتمنوا إنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا ينفع الندم ونحن الآن ندعوك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لكي تنجو من هؤلاء الناس الذين دعوا إلى الشرك بالله أذى والله أعلم وأحكم وأفتع الفرصة يوم الزمل أتباني